لم يتوقف فريق الهلال الأحمر ترابلس وهم يصلون الليلة بالنهار لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لحياة البشر وهم يعملون تحت الرصاص الحي والقذائف العشوائية أخر العمليات ولن تكون الأخيرة استجابة فريق التدخل أثناء الطوارئ للنداءات التي أطلقت من حي الانتصار في منطقة يابوسليم بإسعاف بعض الحالات التي كانت موجودة في عين المكان وإخماد حريق منزل مع أربع مركبات وانتشال بعض الأشلاء والجثمين التي تم العثور عليها في إحدى المنازل بعد إخماد نيرانه وتسليمها لمستشفى المركزي أبوسليم في ليلة عصيبة شهدتها العاصمة قبلها قام الفريق بإخلاء ثلاث عائلات من منطقة عينزارة وتوزيع بعض المواد الغذائية التي بلغ عددها عشر سلات للأسر التي منعتها الظروف من الخروج من منازلها عمل إنساني في ظروف صعبة وتقديم حياتهم من أجل غيرهم في عمل لا يريدون منه جزاء ولا شكورا